قمة استثنائية طارئة لقادة دول السحل الافريقي تحتضنها عاصمة النيجر نيامي بعد ايام قليلة على مقتل عشرات العسكريين النيجريين الثلاثاء المنصر في هجوم على معسكرهم في ايناتس غرب البلاد تبنه تنظيم داعش قمة ترم بالاساس توحيد الصفوف ازاء الوضع الامني المتدور في المنطقة وكذا مناقشة التواجد العسكري الفرنسي في دول الساحل من خلال عملية برخان هذه العملية التي تشهد مصاعب في الوصول لهدفها الاستراتيجي منذ 2014 والمتمثل اساسا في دحر الارهاب ووقف زحف المتشددين في الساحل الافريقي فبعد ازيد من خمس سنوات على الوجود العسكري الفرنسي في الساحل الافريقي طفت امكانية سحب القوات الفرنسية من المنطقة على سطح النقاشات الدائرة بين دول الساحل الخمس وفرنسا في اكثر من مناسبة لا سيما بعد الهجمات المتواترة التي راح ضحيتها عدد من الجنود الفرنسيين والمحليين في نقاط مختلفة من بؤر التوتر هجمات زادت وتيرتها في الاوينة الاخيرة بالرغم من تشكيل قوة عسكرية اقليمية وانتشار الاف الجنود الفرنسيين من قوة برخان في المنطقة اضافة الى عسكريين امريكيين ورغبة من فرنسا في تشاور حول الحضور العسكري الفرنسي في المنطقة كان قد وجه الرئيس الفرنسي مانويل مكخون دعوة لقادة دول الساحل لعقد قمة لبحث المشاكل الامنية العالقة في المنطقة دعوة لاقت انتقادات واسعة داخل الاوساط السياسية لا سيما في مالي وبورك نفسه فقد رأى المنتقدون لهذه الخطوة ان فرنسا تسعى للاعب دور الوصاية على بلدان المنطقة ومنهم من ذهب الى ان فرنسا تهدف من خلال وجودها العسكري في المنطقة الى استغلال ثرواتها وموادها الاولية